بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم في قناة ربي زدني علما اليوم إن شاء الله سنشاهد الحصة الثالثة من نص البلبل والمرأة العجوز ونبدأ أحباء الصغار حصتنا اليوم بنشاط معجمي يقول السؤال أقرأ الكلمات الموجودة في اللوحة وأضعها في الفراغ المناسب الكلمات الموجودة في اللوحة هي هذه الكلمات حول عادة كثيرا هل ستتذكرون هذه الكلمات؟ لقد سبق وشاهدناها في الحصة الأولى وركبناها في جمل مفيدة في الحصة الثانية والآن سوف نملأ بها هذه الجملة إذا لدينا غرد البلبل فراغ لما فراغ المرأة العجوز إلى الحديقة وحام فراغ بيتها فكروا جيدا إذا سوف نقوم بإنجاز هذه الجملة غرد البلبل فراغ لما عادتي عادتي المرأة العجوز إلى الحديقة وحام حول بيتها أعيد غرد البلبل كثيرا لما عادت المرأة العجوز إلى الحديقة وحام حول بيتها والآن أحباء الصغار نمر لقراءة المشتركة عنوانها مسرح الحيوانات أنا القط أموء أخرمش وألعب وأنا العصفور أغرد أزقزق لا أتعب وأنا الأسد أرقد أزأر وأرعب وأنا الفأر أقرد الحبل وأهرب إذن في هذه الحصة يجب على الأطفال أن ينتجوا نصا صغيرا يصفون فيه حيوانا ويجب على أصدقائهم التعرف عليه مثلا أنا حيوان صغير لي أذناني صغيرتان وذنب طويل أحب الحبوب والجبن كثيرا أرقد بسرعة ولدي عدة أصدقاء وعدو واحد إنه القط من أكون؟ نص آخر أنا حيوان عاشب لوني أصفر وبني أعيش في الغابة أستطيع أن آكل أوراق الأشجار العالية بفضل عنق الطويل من أكون؟ إذن سوف تقومون بالإجابة عن هذين النصين في تعليق تحت الفيديو والآن سنمر لقراءة النص البلبل والمرأة العجوز في كل يوم عند الغروب أذهب إلى حديقة منزل في القرية فأحط على مقعد فوقه كمية من الحبوب وكوب ماء وليس بعيداً وليس بعيداً عني وقراءة العجوز هي الأهم بالنسبة لي حلقت وحلقت حول المنزل أبحث عنها ووقفت فوق شباك غرفتها فرأيتها إنها مريضة ورفعت رأسي وأخذت أغرد أغرد بأعلى صوتي وأقول لها إني أنتظرك نعود مرة أخرى أحباء الصغار لنشاط معجمي صفحة 118 التمرين الثالث والرابع يقول التمرين الثالث أتخيل مع صديقي أو صديقتي نهاية صارة لنص البلبل والمرأة العجوز والسؤال الرابع يقول أقترح منوانا آخر للقصة إذن بالنسبة للنشاط رقم ثالثة يجب على تلاميذ أن يتخيلوا نهاية صارة وسعيدة لنص البلبل والمرأة العجوز إذن مثلا يمكن التلاميذ أو للأطفال أن ينتجوا نصا مثل هذا وبعد يومين شفيت المرأة العجوز تماما وعند الغروب شاهدتها وهي قادمة من بعيد وفي يدها كيس مملوء بالحبوب وأكواب ماء كم كانت فرحتنا نحن العصافير كبيرة عند رؤيتها بصحة جيدة إذن مثل هذه النصوص التي تكون فيها نهاية جميلة صارة سعيدة ورائعة نمر لي السؤال الرابع أقترح عنوانا آخر للنص إذن هناك عدة عنوان يمكن أن نقترحها لهذا النص مثال العجوز الطيبة المرأة الحنونة عجوز تحب الطيور المرأة التي تحبها العصافير والآن نصل أحباء الصغار لنشاط السثمر والتمرين الأول يقول التمرين أكتب الكلمة التي تحتها سطر وأكررها كما في المثال إذن سنراحض المثال أولا لدينا حلقت حول المنزل وهنا لدينا حلقت حلقت حول المنزل لدينا في هذه الجملة أخذت أغرد بأعلى صوتي إذن هذه الكلمة التي تحتها خط سوف نعيدها مرة أخرى وستصبح الجملة أخذت أغرد أغرد بأعلى صوتي في الجملة الثانية لدينا التفت حولي قلق إذن الكلمة التفت سنعيدها مرة أخرى إذن ستصبح الجملة التفت التفت حولي قلق وكذلك لدينا هنا تعالوا يا أصدقاء ستصبح هذه الجملة تعالوا تعالوا يا أصدقاء وإذا تذكرتم معي فهذا هو النشاط الذي طالبتكم بأن تنجزه في الحصة الماضية والآن أحباء الصغار نمر للتمين الثاني من نشاط أفهم الصفحة مئة وثمانية عشر يقول السؤال أضعوا العلامة في في الخانة المناسبة اختفت المرأة العجوز لأنها مسافرة مريضة رحلت إلى مدينة أخرى إذن هنا نطرح السؤال لماذا اختفت المرأة العجوز إذن لدينا في آخر النص بأن المرأة العجوز اختفت عندما كانت مريضة إذن الجواب هو اختفت المرأة العجوز لأنها مريضة ونضع العلامة هنا ثانيا كانت المرأة العجوز تعطف على البلبل تقص على البلبل إذن هنا كذلك نطرح السؤال هل كانت المرأة العجوز تعطف على البلبل أم تقص عليه إذن طبعا الجواب هو كانت المرأة العجوز تعطف على البلبل وهنا يمكننا أن نطرح السؤال الآخر كيف عرفت بأن المرأة العجوز تعطف على البلبل إذن من خلال النص عرفنا بأن المرأة العجوز تعطف على البلبل لأنها كانت تعطيه الحبوب وكوبة ما إذن نضع العلامة هنا تعطف على البلبل كانت المرأة العجوز تعطف على البلبل وإلى هنا أحباء الصغار نأتي إلى نهاية هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته